في ظل محاولة للاستقرار في مصر في شتى المجالات وفي حالة التخبط وعدم الاستقرار في القرارات اللي بتحصل في مصر أو في مستقبل مصر من يعني أعضاء مجلس الشعب أعضاء مجلس الشورى الأحزاب المختلفة والتضارب على موضوع لجنة المية في الدستور والمشاكل اللي بتحصل في برسعيد وزهبهم إلى قناة السويس وعايزين يقفلوها وفي ظل حضراتكو الناس اللي مش لاقي يتاكل ولا تركب اوتوبيسات وفي ظل حضراتكو الكثير من المشاكل الاقتصادية في مصر محدش بيبص على إزاي حناكل مامو نشتغل بمعنى أصح كل ما يحدث في أي مجتمعات في أي بلد في العالم بتنعكس في الآخر في البرصة حتى وفاة البابا شنودة أكيد أسرد بشكل أو بآخر برضو في البرصة حوالين هذا الموضوع اللي بنحاول أن احنا نبص لمستقبل مصر اقتصاديا في الفقرة معايا وهي فقرة الخاصة بيئة البورصة الأستاذ محمد وجيه خبير المصرفي سبعة خير فانا نهارك سعيد فانا نهارك سعيد حضرتك بقالنا كام أسبوع كده كنا متفائلين جدا أن البورصة المصرية بنقرف الجرائد كذبة كام مليار كذبة كام سهم وفجأة تلاقي إيه نزول سعود ونزول وده طبيعي في أي بورصة في العالم الأسبوع اللي فات تقدر تقول لي كده في كلمتين الوضع كان عامل إزاي وخصوصا أن احنا كان فيه وفاة البابا شنودة بسم الله الرحمن الرحيم هو إحنا البورصة زي ما حركت كده تفضلت وقلت طبيعي جدا أن يحصل فيها تذبذب طبيعي جدا أن يكون عندنا أيام صعود وأيام هبوط بس المؤشر اللطيف واللي احنا بنبشر به الناس أن احنا قادرين في فترات الهدوء وابتدى دلوقتي المصريين يدركوا أن فترات الهدوء دي ما هيش دائمة لازم بعد كل فترة هدوء لازم هتحصل أي أحداث تعكر صفه الهدوء ده فابتدينا نسترد عفيتنا بسرعة قوي في فترات الهدوء بحيث أن احنا نبقى جاهزين لو حصل أي اضطرابات وأي خلل بالنظام العام أو أحداث جديدة أو أشياء غير متوقعة وجرت البورصة معاها لهبوط يبقى احنا بنفقد جزء من اللي احنا قدرنا نسترده وبالتالي ما بنرجعش تاني لنقطة البداية اللي حصل الأسبوعين اللي فاتوا هو نفسه اللي بيحصل كل مرة اللي هو البورصة هي مؤشر قائد والبورصة مرآة بتعكس جميع الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع اللي بتعبر عنه البورصة النهاردة أي حدث بيحصل في أي مكان بيأثر في البورصة الحدث الجلل اللي حصل من أسبوعين فتة ده طبعا أمر الله لا اعتراض على أمر الله يعني العمر ده شيء بيد الله سبحانه وتعالى ما حدش بيقدر يعترض عليه لكن دائما الرحيل والفقدان بيكون له تأثيرات اجتماعية ونفسية على المجتمع البابا شنودة كان شخصية من الشخصيات المحبوبة والمحترمة لجميع فئات المجتمع المصر طبعا ولو مواقف نبيلة ولو مواقف وطنية بحيث أنه هو رحيله كان مؤثر على المجتمع ككل نعم طبعا الدنيا بتمشي وإن شاء الله مصر ولادة ومصر يعني ربنا بيخلف علينا ناس كتير بعد كده لكن طبعا هو كان قيمة في حد ذاته والناس حزنت على رحيله مسلمين ومسيحيين جميع طواقف الشعب يعني تمام وهو كان من الشخصيات المعتدلة اللي هو يعني ما تلاقيش حد كان له اعتراض صريح على شخصه ولا على أراؤه السياسية بالعكس إذا كان له معيدين من المسلمين حتى كانوا معارضين لي وكانوا مختلفين فبعض الأراء بعد وفاته قالوا كان زو حكمة ووزو بالزبط يعني هو الاعتراض في الرأي لكن مش الاعتراض على الشخص الشخص كان بيلقى يعني قبول عند جميع فئات المجتمع صد وبالتالي الرحيله أثر في نقطة مهمة جدا لازم ندرسها اجتماعية اللي هو احنا بنقول أنه بنشوف ده في فترات الأعياد اللي هو ايه اختلال القوة المؤثرة على سوق المال النهاردة حصل من قرار بأنه اخوانا مسيحيين ياخدوا ثلاثة يام أجازة صحيح البورصة ما تأثرتش قوي بقصة ثلاثة يام أجازة دي بس معناها ايه؟ معناها هو انشغال فئة من المجتمع وطائفة من المجتمع ما هياش قليلة وكمان في سوق المال ما هياش بسيطة لأنها بتتعامل مع سوق المال بكسرة اختلالهم وبعدهم عن الساحة وبالتالي اختلال الموازين التأثيرات على السوق والأدوات المتحكمة في السوق وبالتالي نلاقي الفترة دي فيه أسهم كانت اتجاهها العام صاعد قللت سرعة صعودها أو في بعضهم قلب الاتجاه الصاعد إلى اتجاه هابط والعكس فيه كان بعض الأسهم اللي كانت بتهبط ابتدت تسترد عفيتها أو تعود للصعود مرة تانية ده ليه؟ لأن فيه اختلال في بعض الأدوات ما بقتش مؤثرة في السوق في بعض مدير الاستثمار مش موجودين عشان ياخدوا قراراتهم في بعض أصحاب المحافظة المالية من الأفراد مش موجودين عشان ياخدوا قراراتهم مشغولين بأمور أخرى وبالتالي هناك عدم انتظام واكتمال لأدوات السوق ده شيء مؤثر لكن هو الرؤية ما كانتش فيها نوع من أنواع الألق الشديد على مستقبل مصر وبالتالي ما فيش اتجاه عام اتغير آه صحيح فيه تأثر وده طبيعي جداً احنا قلنا أن البورسة مرآة لكل ما يحدث من أحداث سياسية واقتصادية واجتماعية عظيم عظيم طيب سيد محمد خلينا ننتقل من الموضوع ده ليه واضح جداً أن في عند ما بين مجلس الشعب والحكومة الحالية في سحب الثقة والمجلس العسكري لا يا جماعة يعني إسلوكوا شهرين تعالوا بعد كده الشهرين دول يعملوا اللي انتوا عايزينه بس يعني احنا شهرين مش هنغير حكومة دلوقتي هذا العند وهذا الجدل ممكن يؤثر على البورسة؟ طبعاً لازم يؤثر على البورسة بس خلينا نشوف احنا عندنا الثقافة المجتمعية المصرية بتتحدث دائماً عن البحث عن الرأي الصحيح عظيم فيه منطق تاني أنه كل رأي ولو جهته كل رأي ولو وجهة النظر اللي بيتبنيها احنا عدنا سنين طويلة مش متعودين على الحوار ومش متعودين أن يكون هناك أكثر من وجهة نظر وأنه أي خلاف بيحصل في الرأي ده معناه أنه فيه أزمة سياسية موجودة لا مش بالضرورة يا جماعة خلوا النقاش ده يستمر ونشوف الدنيا هتوصل لإيه فيه نواب على مدى خمس عقود مرت كانوا محرومين تماماً من أنه هما يتكلموا أو يفكروا في استخدام حقهم في مسألة حجب الثقة أو صحب الثقة من حكومة أو محاسبة الحكومة كان كل المحاسبات اللي بتتم داخل المجالس السابقة بتتم بشكل ودي عظيم ما بتتمش بشكل رسمي وعلى شاشات التلفزيون وعلى وسائل الأعلام النهاردة فيه عندنا مجلس مختلف بيحاول أنه يمارس ومش لازم أنه ننجح من أول مرة مش لازم أنه أول محاولة تكون هي الناجحة وتكون التطبيق السليم الكامل لكافة الاختصاصات والصلاحيات طبعاً بس إحنا كمان نفسنا نخرج بقى من الدائرة دي لدائرة أوسعة فيه كم رهيب من التشابك في القوانين المصرية محتاج أنه يتفك فيه عندنا قوانين كتيرة بشروعات قوانين كانت معطلة وحبيسة أدراج مجلس الشعب لابد أن تخرج للنور ده في كل حاجة مش عايزين بس يبقى أهم المجلس الحالي هو أنه يمسك فيه الصلاحية التي لم تكن تمارس من قبل اللي هي محاسبة الحكومة ويقتصر عليها دوره هي مهمة محدش قال أنه هو يتخلى عنها لكن ما تبقاش هوا دي جهمه الوحيد وشغله الشاغل وينسى أنه مهمة المجلس الأساسية هي أنه يكون السلطة التشريعية عظيم وأنه مجلس العسكري سلموا هذه المهمة بمجرد انتخاب مجلس الشعب وبداية ممارسته للأدوار لكن غاية الوحيدة ما شفناش حاجة صدرت في المجال ده لازم نطمن الناس أنه المجلس قادر على أنه يمارس سلطاته الأصلية بالإضافة إلى سلطاته الرقابية لأن أصل سلطاته هو التشريع فده مهم جدا لازم نبتدي بقى نحس أنه نحن كبلد كدولة نبتدي نرجع إلى القواعد الطبيعية أنه يبقى فيه فصل ما بين السلطات فيه سلطة تشريعية فيه سلطة تنفيذية وفيه سلطة شعبية رقابية ممثلة في الأعلام ممثلة في رأي الناس ممثلة في الأحزاب في المجتمع المدني سيد محمد ليه أنا حاسس يعني مش أنا بس كثيرين في الشارع المصري حاسس أنه أيام النظام السابق حصني مبارك وحزب الوطني كانوا طول الوقت منشغلين بأنه هم يسيطروا على السلطة وزيبين الشعب حاسس دلوقتي أنه الجماعات أو الطيار الإسلامي كل همه أنه يوصل للسلطة وسيبين مرضو الشعب ليه الإحساس ده؟ حرارك قلت كنت بتمهمين جدا قلت لأصول السلطة أو السيطرة على السلطة أو الاهتمام بالكرسي وقلت نقطة تانية اللي هي نسين الشعب نسين الشعب بمعنى صح أننا سيبين للسلطة المشاكل الحياة اليومية للشعب يعني عند حضرك أضراب في دلوقتي في الأوتوبيسات وعندنا مشكلة في البورسعيد عشان الموضوع المصري مش حيلعب في المنتخب وعندنا مشكلة الغاز وعندنا مشكلة البنزين وعندنا مشكلة كل الكلام ده إحنا يعني كماجل الشعب كماجل الشورى كمسؤولين في البلد بنتكلمش في أي حاجة من الحاجات دي غير حاجة واحدة بس الدستور اللي هيحكم ويخلي الناس تبقى عاملة كذا زي ما قلت في أول الحلقة لا أبدا هو الفكرة كلها النقطتين اللي حالك قلت فيهم دولا الاهتمام بالسلطة أو الاهتمام بالكرسي أو الحفاظ على السلطة أو قوة ونسيان المشاكل الشعب القوة دي طبيعة البني أدم البني أدم على مر العصور مهتمة بالسلطة ومهما الناس تغيرت والأيدولوجيات تغيرت هيفضل كل واحد في النهاية بيسعى إلى الحكم بيسعى إلى ممارسة سلطات أوسع ومش هيحدها السلطات الرغبة المجنونة عند كل البشر في الوصول إلى سلطات مطلقة لن يحدها غير كونه أنه عايش في مجتمع وأن حرياته تنتهي عند حدود حرية الآخرين لازم يكون فيه سجال ونقاش وإحنا بنشوف طبعا دلوقتي محاولات كتير قوي أن يكون فيه اتجاهات مختلفة وأن فيه أصوات مختلفة وفيه أراء مختلفة لكن إحنا كلنا متفقين على حاجة متفقين على أن الصوت الوحيد المحرم هو الصوت اللي يقول أن إحنا كنا عايشين لازم نقول أن إحنا كنا ما قبل صورة 25 يناير كنا فيه كل شيء غلط كل شيء حرام كل شيء فيه مشكلة كل شيء محرومين منه العصر الفاسد العصر البائد مش بالضرورة هو نفس المجتمع ده هو اللي كان عايش قبل 25 يناير ونفس الناس دي هي نفسها الناس اللي كانت عايشة ونفس التصرفات هي نفس التصرفات كان فيه ممارسات خطيئة طبعا كان فيه ظلم طبعا لكن مش كل حاجة 100% من اللي كان بيحصل كان غلط كان فيه نمازج برضو مشرفة كان فيه تجارب مشرفة كان فيه ناس بتحاول أنها تشتغل لمصلحة البلد كان فيه ناس بتحاول أنها تسعى لمقاومة الظلم والفساد وإلا ما كناش وصلنا لـ 25 يناير فكون أن الرأي الوحيد الغلط هو اللي ممكن يستشهد بحاجة حدثت قبل 25 يناير كأن مصر ولدت في 25 يناير ده طبعا من مبدأ الديمقراطية مبدأ مرفوض لأنه المفروض أن أنا أقبل جميع الأراء بما فيها الرأي المخالف لرأي أو المخالف لشخصيتي استاذ محمد أنا آسف بس عشان الفقرة بتاعتي هتخلص وليوم بتاعي هيخلص المفروض أن احنا نبص لقدام نبص للمستقبل إزاي ممكن أزود استثمارات في مصر إزاي ممكن أخلي وشجع ناس من بره مستثمرين من بره مصر من داخل حتى مصر أن هما يبتدوا يشتغلوا واستثمروا وإزاي أقول له حررتك هو كل الأحداث السياسية دي بتصب في البورصة وكون إن احنا دلوقتي بنكلم في السياسة احنا بنكلم في صميم عملنا في البورصة ليه؟ لأن كل حدث من دولة بيقول يا أخوانا تعالوا ادخلوا تثمروا في السوق ده أو ابعدوا عن السوق ده أهم حاجة في الأسواق المالية هي الشفافية وضوح المعلومات وضوح الرؤية وضوح الهدف مطلوب من الحكومة ومطلوب من المسؤولين في هيئة الرقابة المالية أنه هما يعيدوا النظر بشكل واضح في حجم المعلومات المسموح بنشرها عن سوق المال المصري بمعنى النهاردة فيه زخم إعلامي شديد جدا بيكلم عن رأس المال السوقي رأس المال السوقي هو عبارة عن رأس مال الشركات المقايدة في البورصة بس محسوب على أساس قيمة السوقية للأسهم وبالتالي بيعبر عن حجم تقييم المستثمر سواء الفرد أو المؤسسة المصري أو الأجنبي لأداء الاقتصاد في الدولة دي وأداء السياسة وأداء الاستقرار وكل ما يمكن أن يكون مؤثر في حياة الناس جوا البلد دي بس محدود ده بإيه؟ بعدد الشركات المقايدة في البورصة من أهم المعلومات اللي إحنا بنطلبها لأنها هتفيد جدا في زيادة الوعي الاستثماري عند كل المواطنين وعند المؤسسات وهتزود حجم السوق إنه هو إن إحنا نقرن ده بحجم الاقتصاد القومي نقول رأس المال المقايد في السوق المصري ده بيمثل قد إيه من حجم النشاط الكل للسوق المصري؟ حجم النشاط الكلي؟ يعني حضرتك عايز تقولي إنه المعلومات ده اللي إنت حضرتك بتقوله إنه الشفافية تمام إنه المعلومات إنه الخاصة بالاقتصاد المصري مش واضحة كفاية تمام مش واضحة ومش وصلة للمستثمر الفرد قد يجد المتخصص بعض الوسائل من خلال المؤسسات المالية سواء المحلية أو الأجنبية أو العالمية إنه هو يقدر يوصل لبعض المعلومات اللي تهمه لكن إحنا عايزين نبسط المعلومة بالفرد بمعنى بسيط جدا أنا لو وصلت إلى إنه حجم السوق في البورصة بيمثل 10% من حجم السوق الكلي في مصر يبقى أنا على طول عرفت أي رقم بيتنشر لما نقول إنه هرده البورصة خسرت مليار يبقى كأن مصر خسرت 10 مليار لما نقول إنه البورصة كسبة مليار ونص كأن مصر كسبة 15 مليار عرفت إيه مدلول الرقم ده بالنسبة لي كمجتمع أقدر أقول أنا نظرتي في عيون الآخرين سواء المحلين أو الدوليين أو العالمين شكلوها إيه الناس شايفاني إزاي وبالتالي هيقدروا يجوا ويفتحوا استثمار مباشر ما هو لما البورصة بتنشط الاستثمار المباشر بينشط لأن البورصة بتدي الغطى للمستثمر المباشر اللي بيجي يفتح مصنع وهو ده اللي يهمني إنه يجي يفتح مصنع أو يفتح منشأة بيشغل ناس بيجيب رأس مال جديد بيشغل أدوات إنتاج بيزود تصديري إنه هو لما يحب يخرج لأي سبب من الأسباب هيخرج منين؟ هيخرج من خلال البورصة لبقى أنا أديت له الأمان إنه هو يخرج يبقى هيجي ويدخل وإلا مش هيدخل من أصله سيد محمد وجيه خبير مصرفي معلش نقاسف يعني مخرجة تقريبا هستطربني اللي أنا لازم نختم اليوم شرفتنا يا فندم أكيد الموضوع ده مش هيتقفل وحنفتحه مع حضرتك تاني إن شاء الله إن شاء الله اقتصاد مصر ومستقبل مصر شهيد نهارك سعيد ده كان يومنا النهار ده سريعا لازم أختم اليوم نهارك دايما إن شاء الله سعيد